الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أيها الآن عاد الماء هي أمامي الآن وهنا في نجاسة على هذا الثوب يعني أنت الآن ثوبك أصبته نجاسة وذهبت للمغسلة أو جيت في البيت وشغلت الغسالة وكذا وجلست تغسل الماء هذا الذي نزل لمس محل تطهير هو الثوب لمس النجاسة اللي في الثوب ولا لأه قال له خلاص لو احنا قلنا بكل ماء نزل على مكان نجاسة ولمسها يصبح الماء نجز لأنه دون القلتين معناها ولا في شيء يطور في الدنيا فمن هنا قالوا في غير محل تطهير ودليلهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل بال في المسجد قال وأريق عليه السجنة وقال ذنوبا من إيش بن ما لو كان هذا الماء الذي لامس النجاسة الآن ينجز بملامسة النجاسة في محل التطهير ما كان المسجد يطهر إلى يوم الدين عرفت من الآن إيش المقصود بها ولذلك تأتي النجاسة على أيدينا وفي ملابسنا ونروح نذهب ونغسل الحمد لله رب العالمين ونرجع ونلبسها